يواصل تنظيم داعش السقوط والانهيارات حيث شهدت مدينة الموصل العراقية معقل التنظيم تقدم القوات العراقية لتحرير آخر الموصل حيث حررت قوات الشرطة الاتحادية جامع الحامدين في باب البيض وتقدمت للسيطرة على كنيسة شمعون في الجانب الأيمن لمدينة الموصل بحسب ما أفاد قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق رائد جودة في بيان صحفي كما أعلن قائد الشرطة الاتحادية عن تصفية عدد من مسلحي داعش في المدينة القديمة في الموصل وأضاف جودة أن وحدات الشرطة تحاصر الجماعات الإرهابية في المدينة القديمة مؤكدا أنه لا يوجد أي فرصة للهرب والنجاة كما أشار جودة إلى أن عمليات الأربعاء أسفرت عن قتل 43 متطرفا بينهم ثلاثة خبراء في التفخيخ إضافة إلى تدمير خمس سيارات ملغمة وتفكيك عبوات ناسفة ومنازل ملغمة والسيطرة على مستودع للذخيرة من جهة أخرى نفى التحالف الدولي تنفيذ ضربات في المنطقة التي يوجد بها المسجد التاريخي في الموصل يأتي هذا النفي في أعقاب اتهام داعش الطائرات الأمريكية بتدمير مسجد النوري الذي يعود إلى القرون الوسطى ومنارته الحدباء الشهيرة في المدينة على الصعيد الإنساني صنفت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين العملية العسكرية التي تشهدها مدينة الموصل بأنها من أكبر الحروب الحضرية منذ الحرب العالمية الثانية وقال ممثل المفوضية في العراق برونو جيدو إن أوضاع سكان الموصل القديمة صعبة للغاية لأنهم يعلمون أنهم إذا حاولوا الفرار يواجهون خطر الموت وإذا بقوا يواجهونه كذلك